السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنعمل هيبقى عبارة عن سؤال وبنجاوب لاما صح لاما خالط. دي الحتة اللي هنوصلها النهاردة. نوصل لحد الحتة دي. بعد كده لسه هنكمل في التطبيق ونعمل آآ سرار نجس تجيب السؤال اللي بعده. آآ السؤال هنا بنقوله آآ كامباريا ازا كابتال اوف استوراليا. هي كامباريا يعاصمة استوراليا. في انت بتجاوب لاما صح لاما خالط. لو توست على ترو. فيقول لك يعني انت كابتال صح. لو توست فقول لك يعني انت كابتت خرط. الشاشة دي بتتكون عبارة عن ايه? هو ورعا يعني الشكل ده بنحطه في ملف و لما ندوس على السرار ده ويطلع علينا كلام ده بيبقى موجود في ملف آآ امدتاته آآ او حسب اللغة اللي احنا نستخدمها. احنا نستخدم ان شاء الله النهاردة لغة شوفا. طيب خلينا نعمل بروشيكت جديد هروح نقول له نيو بروشيكت. هنا بيطلع لي شوية آآ تيمبل انت كاسة بتختار انت التيمبل انت عايزها طيب احنا هنختار اكتفتي. اكتفتي فاضية خالص. هنا بيقول لي عايز آآ تسميه ايه? فانا حيبقى اسئلة عن الكوكرافيا. فهسميه آآ كوكويس. تاني حاجة معنا هنا او الكمباني نيم او التومين نيم. طيب بيبقى عبارة عن آآ اسم موقع بتاعك او اسم الشركة. آآ تاني حاجة بيبقى دوت آآ اسم التطبيق بتاعك طيب. طيب لازم يكون فريد من نوعه عشان لما بيجي نرفع التطبيق على جوجل بلاي. بيبقى عن ضريق الباكيت شينيم دي. ولو سيبناها اكسامبل بيبقى صعب ان احنا نخيارها لو رفعنا التطبيق على آآ كوجل بلاي. آآ فلاسم يكون فريد من نوعه ما ينفعش ان هو يتكرر. علشان ما ليجي برضو نعمل التحديس للتطبيق. بيبقى عن ضريق الباكيت شينيم ده. بعد كده عندنا اللي هو المكان اللي هنحفظ به المشروع. ويستحسن نحطوش على السي علشان لو حطنا على السي الويندوز وقع. آآ هيبقى كل المشاريع بتاعتنا طوعة. فهنخليه تايما في الاي او في ملاف تاني خير. بعد كده اللوخة بتاعتنا فعندنا لغة اشرافة. آآ او لغة احنا هنشتغل النهاردة اشرافة. بعد كده المني استيجي يعني اقل استار آآ اندرويد هتطبيق بتاعك ده هيتبتي ان هو يشتغل عليه. فاحنا هنا اخترنا اندرويد خمسة وهو بيقول لك هيشتهل على تمانية وتسعين في المية من الاكاسة. فاقول له هنا هبتدي ان هو يعمل لي الملفات بتاعت المشروع. كده هو بخلص معي اهو التحميل الملفات بتاعته. عندنا هنا بتاعتنا لو توسنا هنا واخترنا آآ بروشيكت. هيطلع لي ملفات المشروع كلها. فهندوس هنا على اسم البوشيكت بتاعنا ونخش على ونخش على عندنا هنا المين وعندنا اشرافة ده اللي هو الكود بتاعنا وعندنا برضو. ومنها في اللي الاوت. الاوت ده اللي هي بتاعتنا اللي هنبتدي نرسم الشكل فيها. طيب. من خير اللافة دي كلها لو كنا على هنا. هنا بيجيب لي على طول الملفات اللي انا بستخدمها. اللي هي شافة. وهنا على طول. اللي قاوت على طول. على طول نجيبها من هنا. فهنا نخليها عشان نجيب الحاجات اللي احنا بنستخدمها بس. لو عايسين نجيب نجيب كل الملف بتاعت المشروع بنقف ونختارها من هنا. خليني نخير الاسم ده عشان نبقى اسم آآ ليه علاقة بالتطبيق بتاعي. فهنقول هنا الفاكتور رينيم. وهنخليها اكتفتي انتر سكول كويس. واقول له الفاكتور. واخير برضو المين اكتفتي. قل له الفاكتور رينيم. ويقول له هنا كويس اكتفتي. قل له الفاكتور. كده انا خيرت الاتنين دي ما اتقريتش هنا. لناكن لو بينا روحنا على البروشيكت هنلاقيها وكينا اتخلنا عشرافة هنلاقي الاسم هنا اتخير. خلينا نقف بقى عن اندرويد تاني. دلوقتي احنا واقفين فين تعال نقفل دي. هيتقجد كده اتخيرت اسمها هو. واقفين في كويس. لو كنا شلنا دي كده. قصينا على التساين. التساين ما له مقلوب كده ليه? هنقفلها ونفتحها تاني طيب. عشان ما قلنا اسمها. فيما انتم شايفين كده بتاعنا. اللي قوت على طول الافتراطية بيبقى حدثت لي فيها اه. والقوت دي اصلا بتبقى. دعنا هنتشوف انواع اللي قوت كده لو بصنا هنا داحت هتطلق. دي بنقول عليها اه اول حاجة دي بنقول عليها او ده من انواع اللي قوت اللي هي عندنا 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 انواع كدير. فانا هنا حطين الافتراطية بتاعنا بيبقى اللي قوت جواه من نوع مكتوب فيه. طيب احنا التطبيق بتاعنا كان عبارة عن ايه? تعال نبص عليه. عبارة عن اه سؤال ويه جنبيه اتنين من الصراير. تعال نبص هنا على انواع اللي قوت عندنا اللي قوت اللي هو بيبقى من نوع هورسلونتل يعني الحاجات جانب بعضيها. اللي هو هيتطبق على اتنين من الصراير. وعندنا اللي قوت اللي هو اللي هي الحاجات بتتحط كده بالعرض كده على طول. فاحنا لو جينا بصنا على الصورة. فالسؤال هيبقى محطوط بالعرض. لكن الاتنين الصراير طول هيبقى من نوع اللي قوت اللي هو هورسلونتل. فاحنا هنختار اتنين اللي قوت واحدة هتبقى من نوع اللي هي دي. والتانية هتبقى من نوع هورسلونتل عشان نحط فيها الاتنين صراير وهتبقى الاتنين جوة بعضي. تعال نشيل تلوقتي الكنسترين اللي قوت. هو الكنسترين اللي قوت محدود في قلبي دي كاستفيو. تعال هنشيل تا دلوقتي كده. وكنسترين اللي قوت دي برضو هنشالها ونخليها لينار لي قوت. يعني نحط حرف الال. وندوس كنترور ومسطرة هتطلع لك الحاجات اللي ممكن تكتب فانا هقول له عرف الال عشان يساعدني في الكتابة. هتطلقي الكاتب هنا هي لينار لي قوت وحدد لك علامة الفرتكل عليها فهقول له هي دي. طيب هو هنا كتب ان هي لا ما كتبش. هو قال لك هنا ده بتاعتها يعني او يعني هتاخد المساحة كلها. آآ تال ويتس وده بتاعها. آآ وده اللي هو المكان بتاعها يعني اللي هي التفت اللي احنا فيها. لكن ما قليش هي يعني هتاخد لصوص بالعرض ولا بالطول ولا اي حاجة. فلا سمحنا اللي نقول له الكلام ده. فاجي تحت هنا اختار نوع الضغطية بتاعها اقول له. وهنا عندنا نوعين الهورسون دل والفرتكل. انا اختار اول حاجة. طيب انا كده الحاجة اللي هحطها من جوه هتبقى من نوعها فردكل. فنلاقي ايه هنا اهو? حط حطات لي آآ اللي قاود من نوع فردكل. طيب. انا عايز بقى احط جواها آآ التيكست. تيكست فيو ده اللي هيبقى فيه السؤال. هسحبه كده. هلقيت لقى لي على طول فوق هنا. طيب احنا كنا عايزين نجي له في النص. فهننجي هنا برضو نقول له الكرافتي. اراد مكتب حرف اشي ايه? اختار الكرافتي واقول له سنتر. يعني كده ما انا اهدلي الكلام اللي هكتبه في النص. فهونتو شايفين كتاب لي هنا في النص على طول. خلينا نبص بقى اللي احنا عاملينه. هنا انا مختاره يعني هياخد المساحة كلها. بتاعه. والهايت برضو على الكلام. انا نجيب دي كده. الهايت اللي هو اللي من فوق لتحت كده فانا قلت له على اد الكلام. اللي هو المساحة دي كلها. يعني واخد بص اللي هو بتاعه. فانا قلت في مكتوب فاخد من اول الصفحة الاخر الصفحة. لكن الهايت واخد على اد الكلام بس. طيب. خلينا ناخد برضو. آآ خلي دي برضو على اد السؤال. فانا بص كده اللي حصل. هتلاقيه بقى على اد الكلام بك. بس تتحس هنا اللي لازق قوي في قلب المربع. فعايزين ان يخليه يبقى فيه مساحة يتنفس فيها كده. فهنجي نقول له حاجة اسمها باتنج. باتنج جديد المسافة ما بين الكلام وما بين المحيط بتاعه. فوق له مسلا الباندينج اربعة وعشرين دي بي. تعالى بقى نشوف بتاعنا. هنلاقيه واخد مساحة كده حوالين النص. طيب خلينا بقى نكتب بتاعنا. انت هنا مكتوب فيو. طيب. احنا انت هنا ممكن تكتب الكلام. من هنا على طوله بيزهر. بس دي مش شريعة كويسة. المفروض ان احنا هنعمل ملف لكلام ده. نعمل ملف هنا. في ملف اسمه. بتكتب فيه وبتديها بتندح عليها من هنا. طيب خلينا اول حاجة نكتب كده السؤال هنا كده على طول. وهقول له كان برائس كابيتل اوف استراليا. كده على كتابته هو السؤال تعال نشوف كده السؤال وهو مكتوب في تساين. تكتوب بالشكل ده. لو جينا هنا هنلاقي العلامة دي. هو بيقول لك تعال نشوفها كده. بيقول لك ما ينفعش ان انت تكتب السؤال تعالشان لو حبيت ترجيب ولا حاجة المفروض ان انت تحطه في ملف آآ فقول له هنا حلل المشكلة دي. فهنا بيقول انت هطيف آآ رسورس نين. فبيقول لي هنا اكتب الرسورس اللي هتنجي عليه وهنا اكتب بتاعه. فالفاليو هو هو هتبضي السؤال هنا. خلينا نحط في الاخر كده نقطة. هنا بقى يعني الطريقة الايدي اللي هتنته بيها السؤال ده. فهنا هنا هسميه وهقول له اوكي. لما يجي نفتح بقى الملف بتاع السرينج بتاعنا هتلاقي طفل هنا الايدي بتاعنا وهنا طفل السؤال بتاعنا. خلينا نحط خلينا نشوف تلوقتي هنا الكود بتاعنا هنا. هتلاقيه. آآ بدل ما كانوا كاتبين الكلام هنا كتب لي ما هو الملف ده. وكتب لي هنا اللي هو الايدي باعتبر بتاعي. دعنا نشوف كده هتقي نفس الكلام هو. وهو بس شيء لعلامة ايه? الحطأ من هنا او عندي التحسير اللي كانت مكتوبة هنا. لكن لو ما عملش كده هيشتغل معي طبيعي بس نجي مسلا من الدرجة من او الطريقة الصح ان احنا نعمل الكلام ده. فكده احنا خلصنا هو. فعلي بقى نحط لسرارين اللي من تحت. فهنختار هنا اللي قاوت عندي دين بقى نجيب لقاوت آآ من نوع بقى. فتعالا نحطها نخدها نسحبها تحت كده هنا. تعالى بقى نشوفها في الكود. فهي متحطت هنا. آآ من نوع وعايزين نكتب بقى قوها اتنين بوتن. تعالى نجيب بقى اتنين بوتن. هدي واحد. هادي التاني. هم كان ببعضهم. تعالى بقى نصبطهم في الكود ونصبط برضو ده ونخليهم يبقوا مصبوطين تلا شوية. فاول حاجة هنا في اللي اول بتاعيكنا. هنخليها بدل ما هي واختق واختق كله. لأ نخليها على قد السؤال ده عشان بدل ما هي واختق الدنيا كلها كده. لأ نخليها على قد الاتنين بوتن اللي فيها عشان ده ينزل تاني في قلت النص فخلينا نكتب تاني نشيل بماتش دي. ونخليها لما ندوس ومصدرها هيسهلنا الخيارات في اختار بقى نبص كده ايه اللي حصل في الشكل. باقت شلل شوية اللي علمينه وشوية اللي شوية باقت على قد الاتنين بوتن تعال برضو نخلي بتاعها نشوف كده ايه اللي حصل في الشكل. دي راح تنسلت من تحت ويه السرارين بقوا جمد بعضيه. تاني حاجة بقى هنعدل على البوتن نفسه. هنا البوتن بويرب كونت تعال اعدته تمام. آآ تعال نشيل دي ما نعرفهاش ما نشتعه بيها. فكده بقى عندنا الاتنين بوتن كل واحد ويرب كونت. ناقص بقى اللي هيبقى جوة البوتن. عايزين نعمل ده مثلا نخليه تروه والتاني ده هنخلي فولس. فاول واحد هنا نجي نكتب عليه تروه. ونكتب جتبناها من تحت. هدي تروه. هنكتبنا فيه. هنكتبنا في الويتس. عايزين نكتب في التكاست. وفي الاولي اللي كان بيضا هنخليه فولس. تعال نبص بقى هنا في التصين. ادي تروه هنا وفولسان. خب لو عايزين نعجز دي هنا ودي هنا. خلينا نكتب اللي تحت دي فوق واللي فوق دي تحت. يعني خلي دي هي اللي تروه. نخلي دي هي الفولس. فكينا بقى عندنا تروه هنا على على الشمال. تاني حاجة برضو هنلاقي نفس التخطيط ده. بيقول لك هنحن عايزين نحطف ملف. ملف سترينج. فبدل ما احنا نعمله من هنا احنا نخش على ملف سترينج على طول من هنا. ونكتب برضو هنخلي لنا اخد كوبي كده. نحطها هنا وينخير الليم بتاعنا. يعني عايزين نخلي اول واحد ده نسميه مسلا تروه. وينعمل وهنا دي هنبقى اسمه تروه. وينعمل برضو واحد زي وكده. نخطو كوبي. وينه هنسميه فولس. عندنا اتنين واحد تروه واحد فولس. الفولس ده هنا هي دينا النادق الفعلي وبتاع وهده بقى فولس. فكده احنا عملنا التاكست بتاع ترينج. هنيجي بقى ناخد ده وروح نحطه عندنا فيه في اتنين واحد. وهنشيل كلمة هنا دي. نحط اللي بقى يدي بتاعها ونقطع دي فولس. سوف نحط علامة الايه الاول بعدين السلاش وباعتين قسم الحاجة. على جديد الاول كده. نقول له علامة الااد. ونقول له على طول. ومجدبنا اللي علينا الحاجات المكتوبة فعندنا الفولس بوتون اهي اختارها. ويداحت برضو هنحط نفس الكرام نحط علامة الااد. والاسترينج اهي ونختار ده احنا حطينا اهو التروح حطينا الفولس بطريقة الايه? كلمة. طيب هنشيل دي. نشتعه بيها. يبقى عندنا كده دعنا نشوفها اتصال بتاعنا. عندنا ادي الفولس وادي. كده احنا صممنا الشكل اهو. ناقص ان احنا نخش على الاكتيفتي. شوف او التدي. دخير بقى نحط لما نتوس على طلع علينا فولس. اه طلع علينا اجابة صح او خلق. فهنخش هنا على المين اكتيفتي. اللي احنا سمناها لو تلاحظ هنا اه عندك حاجة ان انت بتربط الاكتيفتي دي على الكويس اكتيفتي. فهنا مختارين ار تود لقاود اه تود اكتيفتي كويس. يعني انت رابط الكلام اللي هيحصل هنا بالاكتيفتي كويس. طيب. احنا عشان نعمل ده فمحتاجين اول حاجة نربط السرارين بتاعنا. عشان نربط السرارين هبتدي اقول له هنا اعرف لي متغير من نوع بوتن. فجدد نوع المتغير وهو راح احطه هنا في على طول اللي هنطلح سوفوه هنا اهو. اعرف لي جد من نوع بوتن. طيب. انا عايز احط برضو اسمه. فهتسميه مسلا ام ترو بوتن. بعدين هقول له ان ده انا كده عرفت انتغير هقول له بقى تابه يساوي واحط بتاع البوتن اللي هناك بتاع الترو. فعشان احط بتاعه فقول له هنا هي اطلع لدي اول واحدة هي فلما اقول له وابتدي احط بتاعه فاقول له برضو كنت اقوم مصدر عشان اختار ار اي دي. فقول له هتطلع لي هنا البوتن اللي هناك احنا مسامينه بوتن ايه فتعالا نبص هنا هناك ونخط البوتن اللي هناك. فهنا حضين اي دي بوتن بوتن وان لأ انا عايز اسميهم اسامي عشان اعرف انا ديهم فاسمي واحد ترو واحد خلينا نشيل بوتن دي. واخد دي كده كده ابتدي اخطي هنا. فانا كده احطيت له بتاعه. اي برضو ترو بوتن نحط له بتاعه ونضغط كده اللي كنا عاملينه نحط. فانا كده عاملت لهم اي دي. تعالا بقى انا اكسس عليهم داخل الدلاجة. فمنلوس هنا كنترول مسترى. هطلع لي اللي هناك. فاختر هنا. وينقفل الافلة بتاعتنا. كده انا عرفت الام ترو بوتن من خير الام ترو بوتن اللي من نوع بوتن. ان هو مكانه هناك. ده. الدلاجة دي هنا متعرفة بتاعها تاخد. عشان اخليه يبقى هحطه هنا في نفسه. فخلينا ناخد كده كوبي. عشان ما نيجي نعمل تلا خارج الان جريت وننجي عليه نعرف ان احنا. فانا كده عرفته فوق. ايه تعالا نشيل ده ده. كده. كده هتلاقي لونه تحطي بقى احمر اهو. كده كده عشان بقى كله. اقتر لانا استخدم تلا تانية برا. استخدمه في تلا تانية برا لون كده. صح فضل لنا برضو الام ترو فولس. تعالا نعرفه برضو من فوق. ممكن ان لانا اخد ده كوبي كده. وحطه من تحت. وين خير دي نخليها. في كده طريقة. في طريقة تانية اللي انا اخدوهم هما الاتنين على نفس السطر عشان نفس النوع على الاتنين على النوع بوتوم. فاقضت الشار ده دي وااخد ده. كده انا عرفت الاتنين على نفس السطر. برضو اللي تحت برضو هنعمل نفس الكلام. هناخد اه فولس بوتوم. اه فولس بوتوم. وين قلو بيسا وين قلو فايند. ونختار قلو 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 ار. وين فلح. كده انا عرفت المتخيرين بتوعي وربطهم. فقط اللي انا بقى نعمل التلة بتاعتنا. اه اللي هي لما يدوس على يطلع علينا. اه ترو لما يدوس على طلع علينا. قبل ما نعمل التلة بتاعتنا ناس اني بقى فاهمين اول حاجة التطبيق بيشتغل ستاعت. التطبيق بيبقى مستني مننا حدس معين عشان يرد علينا بحدس تاني. بنسمين اللي هو مستمع لحدس. بنقول عليه الاني سينار. مستمع لحدس معين. طيب. احنا دلوقتي المفروب برضو هو بعد ما بيعمل بيقى مستمع لحدس معين بنعمل يرد عليه آآ بحدس تاني برضو معين. فاحنا ده هنسميه برضو آآ لسينار. وبالنسينار ده بينفس بيعمل الانترفيس والانترفيس بتعمل اللي جواها اللي بتنفس بتاعنا. فخلينا نعمل الابشيك بتاعنا هناخد الامترو. امترو بوتون. واقول له تود. فهو كده بقى مستمع لحدس معين. فهقول له هنعمل اللي هو وندوس هنا فيو. طيب. هنا احنا عملنا الامترويس الانترفيس من كلاس والانترفيس لازم نعمل لها للمسود اللي جواه. اي انترفيس مفروض بنعمل للمسود اللي هوها وهنا هنكتب الكود بتاعنا اللي هيطلع للمستخدم لما يدوس على الامترو. خلينا نكتب المصطلحات دي عشان لو مش عارفها تروح تطور عليها. مفروضة اللي احنا خدناها في الشافة. فاول حاجة عندنا الانترفيس. اللي هي الانترفيس. نصنع التالي عندنا حاجة عندنا الانوميس في احنا كده اللي عمدنا التعريفين دول المفروض ان انت تكون عارفهم في شافة. لانه اللي هو احنا عملنا وعملنا من خير ما هنكتب اسم داخلي. طيب. هنا المفروض ان احنا هنكتب التالي بتاعدي. بتاعدي اللي بتاعدينا المفروض ان احنا عايزين نعمل آآ عايزين رسالة القيارة كده تطلع. آآ المستخدم مش هيتفعل مع اي حاجة هي رسالة بس هتطلع لتقول له انت يجبدي صح ولا هجبدي خلاص. فهو لما يدوس على عايزين نقول له هنا نعمل له نكتب حرف دي. نختار اللي اسمه ونقول له التالة بتاعته. ونحط هنا تلاتة براميتر. بياخد مننا تلاتة براميتر. اول براميتر هنا المكان اللي هتنفس فيه اللي هو عايز الكويس دي. آآ تاني براميتر النص بتاعنا. تالت براميتر المد. عايزه بقى مد طويلة ولا صباية. فاول حاجة هنا انا هكتب اسم بتاعتي. كويس. نكتبها سمول. كويس اكتفتي واقول له توت سيس. تاني حاجة هنا هو عايز بتاعها طيب. احنا هروح على ملف نعمل بتاعنا. خلينا ناخد دي كده كويس. ونخير النين بتاعنا نخليه اول واحدة اللي هتكريكت. فاقول له كوريكت انتر سكول توسط. والفاليو بتاعته اللي هيتطلحها هنقول كوريكت. نخليني نحط كده ايه على متاعك. برضو هنعمل واحدة تاني بقى بس للايه. للام فولس. للام فولس بطن. وهنا هنخليها اين كوريكت. هنا برضو بتاعه يتطلع لنا اين كوريكت. خلينا بقى نروح هنا للكويس اكتفتي بتاعنا. نقول له واستغلي. واختار الكوريكت. تاني حاجة هنا المدة هاروح تايز كنترول ومسطرة. واختار للمدة طويلة. اخر حاجة بقى هقول له عشان يعرضها. بس كده اتقفلت الاول واحدة معي. برضو هعمل نفس الكلام ده بس هعمله للايه? للام فولس. للام فولس بطن. اقفتو كوبي كده. نفس الكلام. هو هو. واخير الام مترو اخليها ام فولس. خلينا نشيل دي. اقول له ام ام فولس بطن. وهنا خليها ان كوريكت. بس كده. كده التطبيق يعتبر معي خلص دي المرحضة الاولى. ان هو هيطلع عليه نفس الشكل اللي احنا كنا نطلعين. هنوصل التليفون ونشوف ايه الى الدنيا عام بس ايه? هو هو خلص بلد وهيحمل الملف على التليفون. وهنلاحس ان هو فتح نستطيعنا ملف جديد هنا للبلد. هيسهر لنا هنا ان احنا نثبت التطبيق دي بدي بقى اول مرة بس. هندوس التثبيت. بعد كده بيثبت على طول من خير ما يطلع لك رسالة على التليفون. بس ادي طلع لنا التليفون وبيقول لي كان باريا استعكابة فانا لو قلت له هايقول لي لو قلت له هايطلع لي بس كده وده كد حلقة النهاردة وان شاء الله الحلقة دي الجاية هنحط بقى استرار ان يجيب السؤال اللي بعده ويجيب الاسئلة اللي بعده وكده. ويتأكد بقى فعلا اسا كان السؤال ده صح ولا خلط. ان شاء الله ده هنشوفه في الحلقات الجاية. كده خلص الحلقة النهاردة وشكرا لحساسة معكم. السلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة